أكدت الجامعة العربية أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأدوان إسرائيلي دموي وحشي وجنوني مستمر وعقاب جمعي دون أي دمب جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة أمام الجلسة الافتتاحية للجنة المفاق العربي لحقوق الإنسان وقالت أبو غزالة أن الاجتماع ينعقد في ظروف دقيقة تمر بها الأمة العربية مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين على يد القوة القائمة بالاحتلال وأوضحت أن انتهاكات نظام الفصل العنصري الإسرائيلي أدت إلى وقوع آلاف الضحايا من الأطفال والنساء ودمرت آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات مشيرة إلى أن هناك خبراء قانونيين دوليين اعتبروا هذه الانتهاكات بمثابة جريمة إبادة جماعية واعتبرت أبو غزالة أن العالم يشهد الإفصاح علنا من الاحتلال عن نية القضاء نهائيا على الشعب الفلسطيني